في أسواق المعادن النفيسة تراجعت أسعار الذهب إلى مستوى 1800 دولار حيث يتجه المعادن النفيس نحو ثالث خسارة أسبوعية على التوالي فمحليا وصل عيار 18 إلى 848 جنيها للجرام أما عيار 21 فوصل إلى 990 جنيها للجرام عيار 24 وصل إلى 1132 جنيها للجرام أخيرا الجنيها الذهب وصل إلى 7920 جنيها أما في أسواق البترول العالمية فقد ارتفعت أسعار النفط مع تراجع الإمدادات من ليبيا وعمليات إغلاق متوقعة بالنرويج وسجلت العقود الآجلة لخام برينت 111.63 دولار للبرميل مرتفعة بالنسبة 42.10% وبلغ خام غرب تاكسوس الوسيط 143.100 دولار للبرميل مرتفعة بالنسبة 2.5% كما صعدت أسعار المزات عالميا بالنسبة 33.39% لتصل إلى 93.6% للتر وارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 65.64% لتسجل 75.73% دولار لكل مليون وحدة حرارية ترجمة نانسي قنقر